وعبر حسابها على موقع تويتر أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أنها ناقشت مع الرئيس عبد الفتاح أسيسي سبلات عزيز العلاقات ما بين مصر والاتحاد الأوروبي في المجالات كافة بما في ذلك الفرص الاقتصادية والاستقرار الإقليمي والطاقة والمناخ كما أعلنت أيضا أرسولة فوندرليين أن مصر بصفتها رئيس مؤتمر كوب 27 سوف تلعب دورا حسما في النجاح العالمي في مكافحة تغير المناخ